مفت وزارة الخارجية المصرية أن تكون حاوية تهريب الآثار التي ضبطتها السلطات الإيطالية تحمل صفة دبلوماسية وكانت السلطات الإيطالية قد ضبطت 23 ألف قطعة أثرية بينها 118 قطعة مصرية في مارس آذار الماضي مرة أخرى تاريخ مصر يهرب خارجها الوجهة هذه المرة إيطاليا حيث ضبطت شرطة حماية التراث في روما عشرات القطع الأثرية المصرية المهربة من ميناء الأسكندرية في حاوية تقول مصادر إنها دبلوماسية فيما تنفي مصر ذلك من بين القطع المضبوطة قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص وتابوت فرعوني وقارب للموتى يحوي أربعين مجدافا المدعي العام الإيطالي أكد أن روما لا تمثل إلا محطة عبور لهذه القطع نحو مناطق متفرقة في أوروبا وآسيا مشيرا إلى أن قيمتها لا تقدر بثمن إلا أن شخصا أو جهة تختلف في الرأي معه فلكل شيء في مصر ثمن حتى الحضارة آلاف القطع الأثرية في متاحف العرب والغرب حجر رشيد في قلب لندن ومسلة فرعونية أمام البيت الأبيض تقف شاهدة على ما طال تاريخ آل فرعون من نهب وصرقة لا يتوقفان حكومة القاهرة من جهتها تعلن بين الفينة والأخرى سرداد قطع أثرية مصروقة كما لو أن دورها يقتصر على استرجاع ما سرق وليس منعه من الصرقة ولبحث هذا الملاف فأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد عثمان الباحث في مجال الآثار المصرية مساء خير أستاذ أحمد وأهلا وسهلا بحضرتك يعني بداية كيف يتم تهريب هذه الكمية الكبيرة برأيك من الآثار المصرية دون أن تلحظ بهذا الشكل وهل تؤكد أن ما رأيت حتى الآن من الآثار المعروضة هي فعلا آثار مصرية هو الصور فعلا تظهر أنه دي أثار حقيقية مش مزورة ولا حاجة دي أثار مصرية حقيقية لكن تظهر في نفس الوقت الحقيقة بطبيعتها والمجموعة يعني أنه في حاجات كوينز يعني عملات عملات نعم وفي حاجات مثلا بتاع الساركوفيجس اللي هو التابوت بتاع وفي حاجات مختلفة يعني تظهر أنها جات من مواقع مختلفة وما فيش دليل يعني من شكلها كده أنها جات من مثلا مخزن أثار أو حاجة كده ما يبقى الشكله كده الحاجات دي يعني دي حاجات ناس حفروا حاجة وطلعوها وخبوها وعاديين يبعوها يعني نعم أنا أستبعد احتمال أنه يكون لها علاقة بالدبلوماسية لأنه يمكن حد يكتب على البوك ده حاجات يعني 118 قطعة عايزة كذا صندوق يعني يجوز حد عشان يعني موه كتب حاجة عليها الدبلوماسية لكن يقولوا اللي باعتها من مصر من ميناء اسكندرية كان إيطالي جنسية ولكن كيف تخرج من ميناء اسكندرية دون أن يتم التحقق من تلك الطرود هو دي نقطة أنا لا أعتقد أن وزارة الأثار يعني هي مسؤولة عندي لأنني ما تلعجش من عندها لكن ولا وزارة الخارجية لأنه يعني الناس كتبوا اسمها لكن بالتأكيد مسؤولية الناس اللي شحنوا الشرق الجمالي طبعا لأنني مش ممكن تستخبى يعني حاجات أثارية في بتاع لازم يعرف اللي بيرسلها ودي مسؤولية جنائية وأعتقد لازم للسلطات المصرية الحق في الحكاية ولكن في الأوينة الأخيرة يعني حصل دعني أقول وأسميها فقط مصادفات مجموعة من المصادفات الحريق الذي أصاب المبنى المتحف الجديد الذي يتم بناء الآن انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة في أكثر من مماسبة دون تفسير أيضا شالوا الكاميرات نزع الكاميرات كاميرات المراقبة من المتاحف المصرية أثناء عملية النقل ألا يدعو هذا كله إلى جو من التشكيك اليوم حول حماية الأثار هنا أنا معاكبة فضل لأنه مثلا الأوبرا المصرية ما تحرقت نعم كانت تحرقت لأنه كان فيه ناس يعملوا جرد للحاجات الملابس في المخازن فناس حرقوا الأوبرا كلها يعني حاجة قيمة أهم حاجة أثارية عشان يخفوا معالمها كمان لما قامت الثورة في يناير 25 يناير بعدها بشوية دخلت يعني بعد الدكتور زائح حواسكا الوزير الأصال دخل وكده وقال كل حاجة سليمة بعدها كده حاجات دخلوا ناس سرقوا حاجات مهمة ليش حاجات بقى فرعية كده فيما من حاجات من توتن خامون وإخناتون وكده لما سألنا عن الكاميرات قالوا الكاميرات مش موجودة الكاميرات مش موجودة وبقرار لأسي تمت إزالتها أفتكر أيام مبارك بالتأكيد كان فيه عمليات يعني متغطى عليها والحاجات دي لكن وبالتأكيد حكاية إزا ما حضرتك قلت المتحف اللي تحرق فيه حاجات دي بتبقى حاجة غريبة جدا لأن المتحف هيتحرق إزاي ومتحف جديد مبني وبيبقى فيه المبنى بطبيعة الحال لأن دي حاجات قيمة وحاجات غالية بيبقى فيها تأمين وبيبقى فيها نوع من الإجراءات ضد الحاجة هذا هو المفروض يعني فأفتكر أن دي للتغطية يعني على بعض حاجات نقصة ممكن جدا هذه هي المشكلة في غياب الشفافية أستاذ أحمد لا يضح لنا ليس شفافية المسئولية لجب يتحققوا مع الناس دي كلها ويشوفوا من المسئول أشكرك جزيل أشكر هذا كل ما يسمح به الوقت الأستاذ أحمد عثمان الباحث لمجال الأثار المصرية مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي لكم تحياتي وتحيات فريق العمل تصبحون على خير أشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر